أوضح مدير دائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري سامراء المهندس سرمد رزاق عبد الرضا أن المشروع يعد الأول على مستوى العراق من حيث التصميم وما يشمله من مرفقات والذي حقق نسب إنجاز جيد في أغلب مفاصله المشروع في مجاري سامراء مشروع جدا كبير ويعد المشروع الأول في العراق من حيث التصميم وكمية العنابيب المنفذة في المشروع وعدد وحدات محطات الرفع ومحطة المعالجة المركزية المشروع يتألف من ثلاثة محاور رئيسية محور محطة المعالجة المركزية وحقيقة توجد نسبة إنجاز جدا متقدمة فيما يخص الحفريات واستبدال التربة وإنجاز التصاميم الإنشائية لأسس وحدات تلك المحطة أما بالنسبة إلى وحدات محطات الرفع فمن أصل ثمانية مواقع العمل جاري على خطة جدا ممتازة في خمسة مواقع وثلاثة مواقع أخرى متوقف العمل بها بسبب قضايا إدارية المشروع تم استيراد نسبة جدا عالية تفوق الـ 95% من كمية العنابيب الاستيرادية وهذا هو أكبر إنجاز وطمئنينة لأهلنا في سامراء لأن حتى وإن حدثت مشكلة جانبية وإن شاء الله ما تحدث أي مشكلة جانبية فإن العنابيب مجهزة ومتعاقدين مع معامل ما يقارب ثلاثة معامل رئيسية في سامراء لتجهيز الكونكريت والحمد لله وشكر يعني الآن أغلب مناطق سامراء العمل مباشر به عدى منطقة القاطول بسبب وجود خط ناقل الرئيسي للمياه قطر 700 وقطر 400 وبجهود دارة المهندس المقيم وجهود الأخوان في دارة الماء الأستاذ مزاحن وبإشراف السيد القيمقام المحترم تم إجراء كشف مشترك وإيجاد حلول بديلة من قبلنا ومن قبل الاستشاري المشرف على المشروع